في الحال هاد اللاعب الجميل ديال الراجا للفراجة كما ينقولوا فما كيتحققش إلا بالجمهور ولكن بعد البرات كالقوا أن الجمهور من هالمتعصب كي يديروا بعض الأناشيط دازين اللي كيدخلوا فيها بعض الأفكار اللي ربما ما بعيدة كل البعد على الفارق ديال الراجا شنو الموقف ديالكم انتم وكار رئاسة ديال النادي الأولا فارق الراجا هو مشروع رياضي ومنساوش أنه كذلك مشروع اجتماعي لأنه الناس يتيجوا وتفرجوا في الراجا ومشجعين الراجا وتنشكرهم وأنا أولا تانا رأني كت في المقانا قبل ما نكون رئيس منكت صغير وتفرجت في بيرجيغو وغنيت أغاني وشجعت كنا تلاحظوا أنه قبل كان الجمهور من تخرج من الملعب تبدي كانوا شغاب وتهرس لماذا؟ لأنه الجمهور من تدخل الملعب رهو متنفس له فهذا الأنشي اللي تنشوفه اللي بعض مننا ترجمات في العالم كامل وتغنات في العالم كامل وكانت فيها بعض المطالب ديالجماهير البيضاوية فهي يعني هي أولا شعر هي شعر وإبداع وهو من فنانة اللي تخرج بهذا الشي وتلقى هاد الصدى الكبير والنجاح كذلك الكبير فتيبقى شعر ومي تخرجوا من الملعب تخرجوا وهما باردين لأنه أعطاوا اللي أعطاوا وقالوا اللي قالوا وفرغوا اللي فرغوا وهذا ما هو إلا متنفس فأي واحد يمكن يكون مضرور أو مريض أو عنده مشكل منه تقول هكذا رهوتي براء نفسيا فعلاش الله أنه يكون وما تكون فيه حتات شي ضرار وبالعكس أنه تتوجه الواحد الرسائل لبعض المسؤولين بطريقة شاعرية بطريقة حاضرية بطريقة جميلة وهو الشعر ويراهي شحال من حاجة هي تصوبت من خلال هاد المشيد مطالب 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 مطالب